في العداد زي ما يلنا في العداد بيقولوا محضرين يمكن يعني جدول كده أقوى دفاع وأقوى هجوم وأرقام وأحصائيات لطبعاً التصفيات أوروبا المؤهلة للكاس العالم نتكلم سريعاً يمكن دي أرقام مميزة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للكاس العالم أقوى خط هجوم هو خط هجوم المنتخب الألماني ب36 هدف أقوى خط دفاع زي ما أنت قلت يا أحمد خط دفاع المنتخب الدنماركي دخل فيه هدف واحد من مسيرة مباريات كبيرة جداً طبعاً فوز فيه جميع المباريات هو منتخب الدنمارك العالمة الكاملة هدف البطولة منفس دي باي طبعاً ب11 هدف فصانع أهداف أو أسست البطولة جورستيكا ده طبعاً بسبع يعني تمرات حاسمة فيه طبعاً شايف ألمانيا وزي ما أنت بتقول ألمانيا أنا ملاحظ أن المنتخب ألمانيا منتخب قوي جداً جداً كالعادة ولكن أنا كمان بالنسبة لي العلامة الكاملة لمنتخب الدنمارك ده بالنسبة لي شيء رائع يعني بالزبط ألمانيا مع هنز فليك منتخب شارس جداً هجومياً بيطبق أفكار فليك بشكل كبير ماكينة صناعة لا يعني غير جورستيكا عندك صناعات كتيرة جداً لتوماس مولر في شناعة كتيرة جداً لجنبري في أكتر من لعيب بيساهم في صناعة اللعبة بشكل كبير لروي ساني بيساهم تهديفاً وصناعة أعتقد منتخب ألمانيا ما عندوش مشاكل خالص على مستوى الهجوم ممكن تكون مشاكله على مستوى البني الدفاع أنه مش قادر يوصل لتوليفة مطمئنة بشكل كبير تخليه يطمئن في المباريات الأقوى من اللي موجودة في التصفات لأن مجموعة كانت سهلة بشكل كبير منتخب الدنماركت متفق مع حضرتك جداً أنه بيقدم نفسه كواحد من أقوى المنتخبات اللي عارفت حق التطور كبير عن مستوى السابق خلال سنتين فاتت منفس دي باي في رقم التهديف أقدم تصفات أكتر من رائعة أعتقد التصفات دي سقلت موهبة أو سقلت شخصية منفس دي باي بشكل كبير لأنه برضو محتاج مع برشلونة أو مع منتخب هولندا يكون له تأثير أكبر من الوضع الحال لأنه على طول تحت الضغوط أن الناس منتظرة منه من ساعة لما طلع من أيندهوفن بعدين راح ماجستر رونيتد بعدين ليون بعد كده جي برشلونة دائماً الناس منتظرة منه فأعتقد أنه هو قدم شيء حتى لو لقب فردي ممكن يكون على الورق ملوش قيمة كبيرة ولكن هدف تصفات منتخب هولندا أو ممكن يكون هو أهم سبب فردياً في وصول منتخب هولندا للكاس العالم أعتقد ده شيء يخلي دي باي يدخل المرحلة الجاية من كاريرو بدغوط أقل صحيح على طبعاً المنتظرين كمان وصول وصول منتخب الهولندي لأنه أعتقد المنتخب الهولندي كمان من الحاجات اللي حابين نشوفها في كاس العالم بشكل كبير لأنه بيقدم كرة عظيمة يعني على مستوى المنتخبات فريق كرواتيا والوصول وتأهل على حساب روسيا ومودريتش هل تعتقد أنها دي يمكن النسخة الأخيرة من كاس العالم لمودريتش وشفنا فرحته الكبيرة جداً جداً طبعاً بعد التأهل للمنتخبه للكاس العالم 2022 يعني مبدئاً كرواتيا جاءت من بعيد في مجموعاتها برضو ما كانتش بتقدم أفضل المستويات في الآخر بقى لها ماتش نهائي مع روسيا كان لازم تفوزه الهدف جاء أون جول يعني جاء بشكل معقد برضو شوية كان كل كرواتيا بتلعب من أجل آخر كاس العالم للكا مودريتش وبدرجة أقل الإيفان راكيتش والجيل كرواتيا الزهب اللي عرف يوصل لنهائي كاس العالم واللي كل يعني قطاع كبير من الجماهير بيعتبروا أفضل جيل في تاريخ كرواتيا واللي حطم أسطورة جيل 98 اللي كان بقيادة سوكر أعتقد أنه كل الأنظار بتصاب بالمودريتش ورفاق مودريتش في كاس العالم اللي جاية علشان يقدموا آخر نسخة من الجيل التاريخ المنتخب كرواتيا